المكان ميسان الزمان السادس من ايار نائب زعيم ميليشيا بدر عبد الكريم يونس صريعا فيما قيل انه حادث سير في ناحية علي الشرقي تباينت ردود الفعل على الخبر بين فرحين كثر اعتبروه نال شيئا مما ارتكبه من انتهاكات وبين عناصر الميليشيات الذين اعطوه سك الشهادة لكن خيوط الحادثة التي نزلت كالصاعقة على زعماء الميليشيات بدأت تتكشف شيئا فشيئا انباء صريبت ان الحادث ليس الا عملية اغتيال مدبرة اكد ذلك ما نطق به احد النائحين وجوه واجمة تؤكد ان الامر يتعدى حادث سير عرضي ويشير الى ان القتيل صيد ثمين لقاتله بالنظر الى تاريخه الميليشيوي منذ ثمانينات القرن الماضي حيث كان احد المؤسسين لميليشيا بدر التي كانت تقاتل الى جانب ايران ضد العراق الاشارة للقاتل تبدو واضحة في تبعات العملية حيث قتل عباس الشويلي القياد في ميليشيا السرايا في اليوم التالي مباشرة الاغتيالات المتبادلة بين الميليشيات ليست وليدة الساعة لكنها تخفت وتتقد كلما دار صراع على المناصب الحكومية حتى وصلت اوجها في ميسان ايضا خلال اشباط الماضي اذ تبادلت ميليشيات السرايا والعصائب عمليات القتل وحذر آنذاك زعماؤها من صراع طاحن يوشك ان يندلع توقيت العملية جاء في خضم ازمة سياسية متفاقمة بين الصدر الذي يحلم بحكومة تحت يده وبين الاطار التنسيقي الذي يطمح للاستحواذ على ما تبقى من مؤسسات الدولة يظهر تساؤل ملح هل سيشعل اغتيال عبد الكريم يونس شارر حرب ضروس تلفح جميع الاحزاب والميليشيات التي تحكم العراق بالحديد والنار